مرحلة صنع القرار علماء الإدارة وخبراء يجمعون على أن ترشيد عملية اتخاذ القرارات ينبغي أن يتضمن عدة خطوات أو عمليات مرحلية متعاقبة عندما نقول مراحل أو خطوات ينبغي أن نفهم هذه المراحل أو هذه الخطوات بشكل متعاقب ومتتابع لأن كل مرحلة تقود إلى المرحلة الأولى وكل خطوة تقود إلى الخطوات التالية لها ولا ينبغي عليك عزيز الطالب أن تفهم هذه المراحل بشكل مشتد وبشكل غير منظم فمسألة التنظيم في المراحل وخطوات مسألة مهمة وهي مراحل وخطوات التفكير العلمي ولعل بعضكم قد مر بهذه الخطوات وهي تساعد التفكير وتنظمه على أساس أن ينحو منحة علمية ومنحة إيجابية لاتخاذ قرارات إيجابية وقرارات سليمة فنعود إلى المرحلة الأولى هي مرحلة تحديد المشكلة أو تعريف المشكلة فيسبق هذه المرحلة الإحساس بأن هناك مشكلة تتطلب إصدار قرارات محددة أي الاعتراف بالمشكلة والاعتراف بالمشكلة مسألة مهمة جداً وهنبغي في تحديد المشكلة أن تكون واضحة ومحددة إذا وضحت المشكلة وعرفنا بعدها وخصائصها نكون قد حلينا نصف المشكلة فإذا أراد المدير أن يحل المشكلة ينبغي أن يصف أعراضها بشكل دقيق ويبين الأسباب والأعراض للمشكلة ومن ثم فإن يتخذ القرار الذي يعالق الأسباب ولا يعالق العراض في ضوما سبق فإن المهمة الأولى في عملية صنع القرار هي العذور على المشكلة الحقيقية وتحديدها بدقة المرحلة الثانية مرحلة جمع المعلومات وتتلخص هذه المرحلة في جمع البيانات والمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالمشكلة وتستخدم عدة طرق لجمع المعلومات سوى من خلال الاستفتاءات أو مراقعة السجلات والمنفذ ذات العلاقة أو من خلال المراحظة المباشرة ويجب التأكيد على أن يكون مصدر المعلومات متوق به وأن المعلومات التي تم الحصول عليها صحيحة المرحلة الثالثة مرحلة تصنيف المعلومات وتحليلها في هذه المرحلة يتم فحص وتحليل المعلومات التي تم جمعها ليسر وضع البدائل واقتراح الحلول لها يعني يتم تصنيفها وفق المعايير وفق البدائل معينة وتحلل بمعنى أنه نغوص في أعماق كل معلومة من هذه المعلومات بحيث تكون مساعدة على عملية اتخاذ القرار الصحيح المرحلة الرابعة مرحلة المفاضلة بين الحلول المقترحة يخرج متخذ القرار بعدة حلول مقترحة كل حل مقترح له عناصر وعناصر ضعف هذه المرحلة تتطلب أن نفاضل بين هذه الحلول المقترحة وأن نقارن كل حل مقترح مع الهدف المحدد للقرار إضافة إلى تحديد ومزايا وصعوبات كل بديل من هذه البدائل بما في ذلك حقم المخاطرة وتوضيح الحد الأدنى الذي يمكن تحقيق النجاح عنده في حل المشكلة مرحلة اتخاذ القرار في هذه المرحلة يقوم المعني باتخاذ القرار أو المعنيين باتخاذ القرار باختيار البديل المناسب وهنا فعلا يتم اتخاذ القرار ويتحمل متخذ القرار أو متخذ القرار المسؤول النهائي عن القرار المتخذ المراحلة السابقة يمكن أن يشارك فيها أكثر من فرد ولكن في هذه المرحلة متخذ القرار هو المعني فقط عن القيام بها إذ لا يمكن لأحد أن يتخذ القرار نيابة عن المعني باتخاذه إلا بتفوض منه المرحلة السادسة والأخيرة هي مرحلة المتابعة والملقبة لا يكفي أن نتخذ قرارات رشدة وقرارات سليمة وقرارات قوية لكن ينبغي أن يتم متابعة مثل هذه القرارات وأن يتم مراقبة تنفيذ هذه القرارة فهي مرحلة مهمة ومرحلة يعني ربما لا تقل أنها همية عن مرحلة اتخاذ القرار فبعد تنفيذ القرار ينبغي متابعته من التحديد مدى مساهمته في حل المشكلة وأثناء المتابعة ينبغي معرفة مدى فاعلية القرار وينبغي التأكد من أن القرار الذي تم التواصل إليه وحل المشكلة لم يترك مشكلات أخرى أو مضاعفات جانبية